الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد العبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آل وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد أحبتي في الله مستعينين بالله جل في علا نستكمل هذا الحديث الرائق الجميل عن المحبة والمودة التي كانت بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة الكرام نذكر هنا عدد من النمازج للبيت وإمة آل البيت المعروفين عند الشيعة وكيف أنهم يمدحون الصحابة ويسنون عليهم ويذكرونهم بالخير يعني عندنا رواية عن الإمام محمد الباقر بتنفي النفاق عن الصحابة الكرام وهذه الرواية مذكورة في تفسير العياشي وتفسير البحراني وهي من كتب الشيعة طيب القصة يعني أن يقول عن سلام قال كنت عند أبي جعفر فدخل علينا أو عليه حمران ابن أعين فسأله عن أشياء فلما هم أن ينصرف قال لأبي جعفر عليه السلام أخبرك أطال الله بقاك وأمتعنا بك إننا نأتيك فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا قلوبنا بتبقى رقيقة كده من الموعظة والجلس معك وكذا وتسلو أنفسنا عن الدنيا بعدنا زهد في الدنيا ثم نخرج من عندك فإذا صرنا مع الناس والتجار أحبابنا الدنيا يعني هو يخيفين عن نفسهم من النفاق فبيطمنهم وقولوا إن هكذا شك الصحابة الكرام رضي الله عنهم قال أبو جعفر عليه السلام إنما هي القلوب مرة يصعب عليها الأمر ومرة يسهن لا هي القلوب كده أي ثم القلب قلبا لتقلبه والإمام بيزداد وبينقص ثم قال أبو جعفر أما إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله نخاف على أنفسنا من النفاق نخاف علينا النفاق قال فقال لهم ولما تخافون ذلك قالوا يا رسول الله إن إذا كنا عندك فذكرتنا روعنا ووجلنا نسينا الدنيا وزهدنا فيها حتى كأننا نعاين الآخرة والجنة والنار ونحن عندك فإذا خرجنا من عندك ودخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل والمال يكاد أن نحول أو أن نتحول يعني عن هذه الحال التي كنا عليها عندك فإحنا خيفين رسول الله أي من على أنفسنا فإن الله صلى الله عليه وسلم يطمئنهم ويقول يقول الله صلى الله عليه وسلم كلا هذا من خطوات الشيطان ليرغبكم في الدنيا والله لو أنكم تدومون على الحال التي تكونون عليها وأنتم عندي في الحال التي وصفتم أنفسكم بها لصافحتكم الملائكة ومشيتم على الماء ولولا أنكم تذنبون فتستغفرون لخلق الله خلقا لكي يذنبوا ثم يستغفروا فيغفر الله عز وجل لهم إن المؤمن مفتن تواب أما تسمع لقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الكلام ده في تفسير العياشي جزء عشرة صفحة 109 المقصود هنا أن الإمام الباقر بيذكر لأصحابه ما تخافش عن نفسهم النفاق الصحابة خافوا عن نفسهم النفاق فسيد النبي طمانهم وقال لهم لا هكذا إيه الإنسان بش يكون على حالة واحدة من إيه مستوى الإيمان المرتفع أثناء سماء الموعظة لابد أن نسعى في الحياة على رزقنا ورزق الأيال وغير ذلك وحتى لو أذنبنا نذنب ثم نتوب فيستغفر الله عز وجل لنا فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين الشاهد أنه بيستشد بالصحابة الكرام كذلك الباقر بقى ابن الباقر اللي هو بقى الإمام جعفر الصادق يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إثنى عشر ألفا ثمانية من المدينة ثمان ألاف من المدينة وألفا من مكة وألفا من الطلقاء ولم يرى فيهم قدري ولا مرجئ ولا حروري ولا معتزلي يعني كات عقيدة صافية ما فيهم إنسان ينفي القدر ولا إنسان يقول الإيمان هو القول وفقط ما بدون عمل كل هذه الأمور الفاسدة التي ظهرت لم تكن في الصحابة أبدا بسينا جعفر الصادق بيشهد الصحابة بصحة الاعتقاد بسلامة الاعتقاد يقول كانوا يبكون الليلة والنهار ويقولون اقبض أرواحنا من قبل أن نأكل خبز الخمير اقبض أرواحنا يعني اقبضنا يا رب لا إلهي لله قبل أن نفتنى بالدنيا هذا في كتاب الخصال للقمي صفحة 640 كذلك الإمام عالي بن الحسين رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده اللي بيسمى زين العابدين بيدعو في صلاته لأصحاب سيدنا النبي وهو بيدعو كده دعاء طويل كده في صلاته فمن جملة الدعاء يقول يقول اللهم وأصحاب محمد خاصة يعني أنا أدعو لنفسي وأدعو كده يقول اللهم ولأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحبة والذين أبلوا البلاء الحسن في نصرته واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالته إلى آخر هذا الكلام يدعو لهم كثيرا ويقول فلا تنسى لهم اللهم ما تركوا لك وفيك وارضهم من رضوانك وبما حاشوا الخلق عليك وكانوا مع رسولك دعاة لك إلى آخر الكلام عما يثني عليهم يقول يا رب يعني لا تنسى لهم جهادهم وفعلهم للإسلام ورصة الإسلام فياربي ارحمهم بسبب ذلك كذلك نقول سيدنا علي رضي الله عنه وارضاك يدعو على قاتل عبد الله بن الزبير ويقول قاتل عبد الله بن الزبير إن هذا في النار هو لم يرضى أن أحد يقتل صحابي جليل وهو سيدنا عبد الله بن الزبير كذلك يعني رغم كان فيه موقعات الجمل والمواقع والفتنة التي وقعت بين الصحابة وحدث فيها قتال فكان سيدنا علي في طرف وسيدنا طلحة ابن عبد الله في طرف وسيدنا طلحة ده من عشر وبرشترين بالجنة وما حسلك سيدنا علي يذكره بالخير من نهار بيتعرك بالسيوف يعني ما كانش القتال على منصب ولا على جاه ماشي لكن الكلام مسألت إيه نأخذ بسأر عثمان الأول ولا نختار الخليفة الأول المهم روى ابن سعد بإسناده إلى جعفر بن محمد عن أبيه قال قال علي شوفوا الكلام الجميل ده قال علي إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله في حقهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر المتقابلين الله الله إبه هذه منزل الطلحة والزبير عند سيدنا علي رغم القتال الذي كان بينهم رغم ما حصل لأن قلوبهم ما فيش فيها حقد ما فيش فيها كراهية إنما هو الحب المتأصل في القلوب حتى وإن اختلفوا حتى وإن وصل إلى التلقي بالسيوف كذلك شهد يعني له سيدنا معاوية ابن أبي سفيان شهد سيدنا علي بالعلم والفضلي وأقر له بالسبق والخير أيوة سيدنا معاوية بيسنى على سيدنا علي ويشد له أنه كان من الكبار العلماء كبار الفقهاء معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال ابن كسير قال ابن جرير عن مغيرة قال لما جاء نعي علي ابن أبي طالب إلى معاوية وهو نائم عند زوجته فاختى بنت قرزة في يوم صائف جلس وهو يقول إنا لله وإنا لنهجعون وهو عند أحد زوجاته أتاه نعي سيدنا علي سيدنا علي مات علي ابن أبي طالب فقام يقول إنا لله وإنا إليه راجعون وجعل يبكي وجعل يبكي قالت فاختى ليزوجته أنت بالأمس تطعن عليه واليوم تبكي عليه قال ويحك إنما أبكي لما فقد الناس من حلمه وعلمه وفضله وسوابقه وخيره كذلك مثلا نقول سيدنا معاوية لم يمنعه ما كان يعني ما بينهم من أمور أن يمدح سيدنا سيدنا علي رضي الله عنه وارضا كذلك نفس الكلام بقى الصحابة الكرام نفسهم برضو كان يمدحون هذا البيت خدوا نفس المنهج ده يعني مثلا روى الحاكم بإسناده إلى أبي هريرة شوف الموقف الجميل العظيم ده سيدنا أبو هريرة لقي الحسن بن علي أبو هريرة معروف أبو هريرة روية الإسلام لقي الحسن بن علي فقال له قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بطنك أنا شفت سيدنا النبي يا حسن يا ابن علي قبل بطنك فاكشف لي الموضع الذي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبله وكشف الحسن فاقبله يا سلام يقبله في الشارع كده أقول لي أنا شفت سيدنا النبي بيقبل بطنك اكشف بقى عن بطنك كده الجزء ده عشان أقبل مكان فهم النبي صلى الله عليه وسلم فبالتالي يعني هذه محبة مودة يعني أختم لكم بهذه الرواية يعني أيضا روي أيضا بإسناده إلى أبي سعيد المقبري قال كنا مع أبي هريرة رضي الله عنه فجاء الحسن بن علي بن أبي طالب فسلم عليه يعني ألقى السلام فردنا عليه السلام أبو هريرة لم ينتبه أن سيدنا الحسن مر ولأنه ألقى السلام فقلنا له يا أبا هريرة هذا الحسن بن علي قد سلم سيدنا الحسن هو أهل السلام عليكم فبالتالي سيدنا أبو هريرة جرى خلفه فلحقه وقال وعليك السلام يا سيدي وعليك السلام يا سيدي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ابني هذا سيد الأحباب الكرام الرواية كثيرة جدا الوقت لا يتسع لكن هذه النماذج من كل بستان ظهرة لنرى من كتب القوم كتب الشيعة هذا الله الجميع كيف أن كتبهم مملوئة ذي الروايات التي تؤكد العلاقة الطيبة بين الصحابة وبين آل البيت والمحبة القائمة بين الصحابة وبين آل البيت رضي الله عن الجميع نستكمل في الحلقات القادمة إن قدر الله البقاء واللقاء شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة